ومن اسطنبول ينضم إلينا مرسلنا علام صباحات علام هل وضعت تركيا تفاصيلها العملية لاتفاق اليوم؟ تركيا قالت إن ما سيتم نقاشه اليوم هو التفاصيل العملية التنفيذية بعد الاتفاق الذي تم بين الرئيسين التركي والروسي بمعنى أنها تحدثت عن أن اليوم سيبدأ نقاش مسافة هذه الدوريات المشتركة نقاط الانطلاق ونقاط النهاية المحطات التي ستتوقف فيها عدد هذه الدوريات التي ستشارك طبيعة الدوريات أو المركبات التي ستشارك فيها وعدد الجنود الذين سيشاركون فيها والفترة الزمنية بين كل دورية وأخرى بمعنى هل هي دوريات يومية أم أنها دوريات خلال الأسبوع عدة مرات هذه تفاصيل سيتم كلها طبعا سيتم بحثها اليوم وبالطبع هذه الدوريات ستسير إلى الشمال من طريق انفور بستة كيلومترات وإلى جنوب من طريق انفور بستة كيلومترات بمعنى أنها ستؤسس الممر الآمن كما بات يسمى استلاحا وهو أبرز ما تم الاتفاق عليه عمليا بين الرئيسين التركي والروسي في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي اليوم تبدأ هذه المحادثات ومن غير المتوقع أن يتم حسم كل هذه الأمور والتفاصيل اليوم لماذا يعني علام ما هي أبرز النقاط الخلافية أو العالقة حسب وجهة النظر التركي طبعا الجانب التركي لم يعلن صراحة عن أن هناك نقاط محددة هي نقاط خلافية ولكن بطبيعة الحال مثل هذه المفاوضات أو المحادثات التقنية تبرز التفاصيل التي تكمن فيها الخلافات وعادة ما تكمن الخلافات في التفاصيل في كل الاتفاقات وتحديدا الاتفاقات التي كانت متعلقة في إدلب على وجه التحديد في أوقات سابقة وبالتالي ربما سيحاول بحسب الكثير من المراقبين العسكريين والأمنيين هنا بالتأكيد سيحاول كل طرف من الأطراف اليوم أن يحصل على الحصة الأكبر وأن يفرض ما يريده من خلال هذه المحادثات بمعنى أن الجانب التركي يريد أن يكون له حضور قوي جدا في هذه الدوريات المشتركة وأن يكون فعال بها بشكل كبير جدا أخذا بالاعتبار التعزيزات العسكرية الكبيرة التي أرسلتها تركيا إلى تلك المنطقة تحديدا وخاصة بعد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم الخميس الماضي وهذه التعزيزات ستكون ضمن الملفات التي ستناقش وربما تكون أحد الملفات الخلافية من إسطنبول زمينا على مصباحات شكرا جزيلا على مصباحات شكرا جزيلا على المصباحات